اشتركوا في القناة احزاب باعتبارها منظمات سياسية دورها الاساسي هو العمل السياسي وليس اي شيء اخر العمل السياسي اللي هو قد يوصلها انها هي تخش للعملية الانتخابية وتشارك فيها وقد تصل الى تحقق خراسي في السلطة التشريعية اللي هي مجلس النواب ومجلس الشيوخ وتصل بعدين الى تشكيل الحكومة يكون عندها وزراء ويكون كل الجهات الحكومية النافذة عندها اشخاص فيها فخلونا احنا نشوفوا احنا الاحزاب هذي هل نحنا شفنا دورها في الفترات اللي هي ما بين الانتخابات يعني جن الانتخابات نشوفوا الاحزاب ويطلع عن الاحزاب ونشوفوا الدعاية وتنتهي الانتخابات لكن بعد تنتهي الانتخابات نحنا ما عاش نشوفوا في الاحزاب هذين ما عاش نشوفوا في الاحزاب في الشارع فاحنا نبقوا الاحزاب تعرف ان دورها مش فقط في المواسم الانتخابية لان الاحزاب الحقيقية دورها يتجاوز بكثير الكلام هذا دورها يتجاوز التنافس على الانتخابات دورها انها هي تضع اهداف وتسعى الى تحقيقها اهداف تهم الناس وتهم حياة المواطن يعني انا ما شفت في استراتيجية اي حزب ولا في الشغل اللي داره اللي هو محاربة الفقر مثلا محاربة الفقر عبر شنو عبر ان هو مثلا يشوف الضمان الاجتماعي هذا المتقاعدين يشوف التضامن الاجتماعي يشوف يعني يسعى ان هو يجبر الحكومة على تسوية اوضاع المتقاعدين يجبر مجلس النواب ان هو يطلع قوانين تزيد المرتبات هذا كله نحن ما شفناش نشوفه في الاحزاب فقط في الفترات الانتخابية لكن ما بين الانتخابات والانتخابات اللي بعادها الاحزاب في حالة سكون تام احيانا نطلع بيانات تتعلق بالسياسة الداخلية وطبعا كل المشاريع بتاعاتهم نحن سنحقق التداول على السلطة وفي الواقع هذا نحن ما حقيناش لانا شفنا ان اللي يوصل للسلطة يبقى اتفيدي ما معاشي بيتحرك نحن سنحقق الديمقراطية والديمقراطية معناها انك تقبل الاخر وتتعاون معاه وتشاركه لكن في الواقع نحن الاحزاب الليبية في الفترة السابقة ما شفنا منها اي ديمقراطية ما شفنا منهم قبول لبعضهم ومشاركة بعضهم واتلافات مع بعضهم واتفاقهم جميعا بشأن مثلا موضوع معاين يقولوا نحن الاحزاب كلها حنصبوا فيه مع بعضنا ونسعوا الى ان نحققوه على الارض للناس هذا كلها ما شفناش فانا يعني همني جدا ان نعرفوا نحن المواطنين اللي نحن قد نكونوا اعضاء في الاحزاب ويجب نكونوا اعضاء في الاحزاب ان نقطة هامة جدا يجب نعرفوها ان الحزب المنافس لنا هذا روما هوش عدو لدود الحزب المنافس لنا هذا شريك يعني نحن ممكن جدا نختلف في الايديولوجيات ونختلف في مسائل واجدة لكن ما فيش عيب هذا عادي الاختلاف في المبادئ ولكن يجب ان نحن نعبرو عن هالاختلافات هذه بشكل مسؤول هذا هو الشيء المهم وهذه هي الديمقراطية الحقيقية فتوى نحن بعد ما تحدثنا بفكرة يعني عامة عن الاحزاب خلونا نحن نشوفوا القانون متاعنا في ليبيا كيف نظم هالاحزاب وكيف تحدث عنها وشنه بالزبط الاوضاع في ليبيا طبعا نحن في ليبيا اللي نظم الاحزاب فيه قانون اسماه قانون 29 لسنة 2012 في القانون 29 لسنة 2012 هذا تحدث يعني مخصص للاحزاب وقال شنه هن الاحزاب الاحزاب قالية تنظيم سياسي مجموعة من الاطراف يتفقوا مع بعضهم انهم هم يعملوا في الشأن السياسي واشترت مجموعة اشتراطات الاشتراطات هذه يعني فيه مجملات كلها جيدة ومعروفة في كل الاحزاب وقال ان من اهم مهام هالاحزاب هذه توعية المواطن ان يشتغلوا على التوعية بتاعت الناس توعية السياسية التوعية اللي هي تستهدف قبول الاخر وهم الاحزاب يجب انهم هم يكونوا القدوة والمثل الاعلى في المسألة هذه انهم هم يقبلوا بعضهم ويبطلوا قصة العداء هذا اللي بيناتهم ويعرفوا انهم هم شو ركاء ما هم مش اعداء فهذا بالنسبة طبعا للقانون بتاع الاحزاب الليبيلي هو تسع وعشرين على الالفين واطناش القانون هذا جا فيه انه يجب ان يكون عدد الاعضاء في الحزب ما يقلش عن ميتين وخمسين شخص يعني مع الاسف نحن في ليبيا شفنا ناس داروا احزاب يعني انا سماعت ان فيه ناس عندها احزاب عدد المنتسبين الليها ما يتجوزش الصبع اليدين يعني وبالرغم من هيك شفنا هالناس مشو وشاركوا حتى في مؤتمرات تخص ليبيا ويمثلوا في حزب واسمهم حزب لا القانون الليبي يشترط ان عدد الاعضاء يجب انه هو ما يقلش عن ميتين وخمسين شخص عشان نحن نقوله هذا حزب طبعا حاددوا طبعا وفيه نقطة اخرى كانت غايبة على ناس وجدين ان الحكومة ملزمة بدعم الاحزاب وان الحكومة يجب ان هي تدفع لها الاحزاب مبالغ مالية وهذا كله منصوص عليه في القانون يعني الدولة تدفع اموال للاحزاب عشان تساعدها في عملياتها الانتخابية وعشان تساعدها في تنفيذ مشاريحها على الارض وهذا يعني في الاول ما يبدأ الحزب يعطوه نص المبلغ وبعدين يعطوه نص الاخر وتطلع طبعا في قوانين الانتخابات يحددوا كم المبالغ اللي تدفع للاحزاب هذه عشان تنفق منها على الدعاية وعلى كله يعني نحن الاحزاب اللي مفروض تمثل الناس مش بس تمثلهم فالحكومة رأي دفعت لها مفلوس عشان يقوموا بالعمل هذا وعشان يقوموا بالدعاية بتاعاتهم وعشان كل المسائل هذه طبعا بالنسبة للأحزاب هذين فيه طبعا عند نحن لجنة اللي هي في المادة عشرة من القانون 29 على 2012 فيه لجنة اسمها لجنة شؤون الأحزاب اللجنة هذه هي اللي تقدم لها الأحزاب عشان يتم تسجيلها وعشان يعطوها الإذن بمزاولة عملها كحزب أو اللي هو القيد أو حاجة منها النوع يعني واللجنة هذه لما صدر القانون بتاع الأحزاب قال لنا اللجنة هذه تتبع إدارة القانون إدارة القانون هذه هي جزء من الهايكل القضائي بتاع البلاد جزء من المؤسسة القضائية فاللي حصل إن إدارة القانون هذه ما تولتش مهامها واللي تولى المهام خلال الفترة السابقة هذه كلها كانت وزير العدل شكل لجنة الحكومة وجعلها هي اللي تعطي الأذنات بتاعات القيد أو التسجيل فالأمر هذا طبعا مخالف للقانون ونهار اللي نحن نبدو أحزاب ما يصحش إننا نبدوها بداية عاثرة أو تبقى الأحزاب هي بروحة أول من يخالف القانون يعني نهار اللي نحن نقوله الأحزاب هذه نبوها اتطلب لنا بدولة ينقللها دولة القانون يكون أساسها القانون في كل شيء في كل خلافاتنا نلجأ للقانون ما يصحش نحن نجوه نلجوه أول من خالف القانون هي الأحزاب نفسها والحكومة في الواقع هي اللي أدت إلى هذه المخالفة نهار اللي جعلت اللجنة اللي مفروض تقيد الأحزاب واللي القانون قال أنها هي تتبع إدارة القانون يعني تتبع الجسم القضائي جعل اللجنة هذه تتبع وزير العدل وهي لجنة حكومية الشيء هذا خاطئ الشيء هذا ترتب عليه أن الأحزاب القائمة الموجودة حاليا على الساحة واللي هي تم تسجيلها بها الطريقة هي في الواقع أحزاب باطلة كلها ويجب أننا نحن ما نسمحوش أن هي تدخل في أي عملية انتخابية قادمة ونعرض المسألة حتى على القضاء إذا هالأحزاب هذه متى رجعتش من تلقاء نفسها نعرض المسألة على القضاء لأن هالأحزاب هذه كلها باطلة لأن قيدها باطل شنو الإجراء اللي مفروض يندار فيها الحالة هذه الإجراء اللي مفروض يندار في الحالة هذه إن هالأحزاب هذه تضغط على الحكومة وتضغط على مجلس النواب وتطلب منهم أن يشكلوا اللجنة الصحيحة اللجنة اللي هي تتبع إدارة القانون إن هم يمشوا في القانون مزبوط لكن هم مسكتوا والحكومة درت اللخبطة هذه وقعدت ماشية القصة متلخبطة هيك عشان الحكومة تقول إن في أي وقت قد يلجأ أي مواطن للقضاء أو يبطل أي حزب براحته وقعدت المسألة عبثية وعايمة فأنا قلت الكلام هذا في أكثر من ملتقة إن الأحزاب هذه عليها مسؤولية أساسية إنها هي تكون أول من يطبق القانون الصحيح على نفسها وإنها هي تسعى عند مجلس النواب وتسعى عند الحكومة لأن إذا كان الأحزاب مساعدش الروحة ومساعدش أوضع روحها ما ناش أنت بيدير للمواطنين هذوم يعني أنا أتصور أننا نحن مش حننتوقع منها الكثير ولا حنرجو منها حاجة واجدة تنفذها لنا إذا هي مساعدش حتى أوضعها الخاصة يجب أنها هي تضغط عشان يتم تشكيل لجنة الأحزاب الصحيحة اللي هي في إدارة القانون ويتم تسجيد الأحزاب وتبقى كل أمورها صحيحة وإجراءاتها سليمة إحنا طبعا إن عدم الثقة في الأحزاب هذه خلى ناس وجدين يقولوا معاش نبوا انتخابات تشارك فيها الأحزاب والموضوع هذا هنتكلم عليه في الحلقة القادمة بإذن الله اشتركوا في القناة